بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حوار المفتي مع صاحب الفضيلة ديوتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أهلا بفضيلتكم أهلا وسهلا فضيلة المفتي ساعات قليلة ويغادرنا شهر فضيل هو شهر رمضان المبارك شهر النفحات والخيرات دائما السلف الصالح كانوا يحزنون عند مغادرة هذا الشهر لما له من آثار وعبادة وصدقات وغيره فكيف كان هؤلاء يعني أن نبحر معهم في حبهم لشهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا في هذه الأوقات في الحقيقة مفارقة الحبيب والضيف الكريم المحبب إلى النفس وإلى القلب تكون شديدة الوقع على الإنسان ولذلك الصالحون والأولياء والمتقون ومن في قرب من الله سبحانه وتعالى يحزنون حزنا شديدا على مفارقة هذه الطاعة وانتهاء وقتها ووجدنا ذلك في نمازج عديدة من الصالحين حتى أننا أدركناهم أيضا وأنا أدركت من كان يبكي ورأيت هذا البكاء ورأيت هذه الدموع حتى في العصر الحديث أدركتها بنفسي أن البعض من الطيبين من أهل القرية وهذا أكيد موجود في كل قرية من القرى وهم نس بسطاء ومع ذلك ولم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتبوا ومع ذلك من حبهم لشهر رمضان وحبهم لهذه الطاعة وحبهم للتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعات الكثيرة وبهذه الروح السارية في كل أجزاء الوقت في الحقيقة يحزنون حزنا شديدا ويبكون على أن هذا الشهر يمضي وينتهي هكذا ونحن قد لا نصل إليهم في الحقيقة في هذه الرتبة لكن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتجاوز عننا فيما مضى وأن ينتهي هذا الشهر الفضيل ونحن قد غفر لنا ما قصرنا فيه وغفر لنا الذنب كله وأن يكون رمضان بمسابة السبب الذي من أجله كنا بفضله سبحانه وتعالى وبمنه وبإحسانه أن نكون من عتقائه من النار ومن المقبولين وأن يحبب إلينا المساكين وأن يحبب إلينا الفقراء وأن يحبب إلينا زو الحاجات لأن في الحقيقة هذه المواطن هي التي ترقق القلوب فحبهم إنما هو ترقيق للقلب وجزء من القرب إلى الله سبحانه وتعالى هنا فضيلتكم في هذا الشهر تجد أجد المسلم يتجه إلى المساجد دور العبادة في رمضان بالذات ويخرص في الصلاة ولكن بعد أن يخرج شهر رمضان أو يغادرنا شهر رمضان يعني لا يزب المساجد يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه هل هذا انفصام في شخصية الشخص وماذا نسميه؟ من يعني يقبل على شهر رمضان إقبالا صحيحا ويستثمر وقته في رمضان ويخلص في هذه العبادة فإنه يأخذ تدريبا وتمرينا ودرسا مهما في هذا الشهر يستعين بهذا الدرس وبهذا التدريب والتمرين على ما بعده من شهور فمن أخلص إخلاصا حقيقيا في شهر رمضان فإنه يعان بعد هذا الشهر على أن تستمر هذه المسيرة من الطاعة وهذه المسيرة من العبادة تستمر إلى ما بعد رمضان في شوال وفي زل القعدة وفي زل حجة وغير ذلك من الشهور حتى يقبل رمضان القادم فتظل هذه الحلقة مستمرة ولذلك نحن نتحجى في الحقيقة وربما أن هذا راجع لأن الناس شغوفين بشهر رمضان عندهم حب شديد له فنرى المساجد في أول رمضان مكتزة في الحقيقة وهذا شيء يفرح ويدل على أننا عدنا إلى هذه الحظيرة الإيمانية جميعا وينبغى أن تستمر هذه الحظيرة الإيمانية صحيح قد لا نستطيع الصلاة في المساجد لكن على الأقل أن نكون محافظين على الصلوات في أوقاتها وأن نكون مستشعرين هذه الروح الطيبة التي عشناها في رمضان أن تكون سارية إلى ما بعد رمضان ولذلك أنا أيضا أقرأ ما سنه الشرع الشريف فيما بعد رمضان من صيام الستة أيام إن شوال الستة البيض يعني اللي مسميهم على أنه كأنه اتصال أو حلقة اتصال بشهر رمضان في أن الإنسان ما زال موصولا لا تنسوا لا تنسوا أيها المؤمنون لا تنسوا شهر رمضان فنحن نذكركم مرة سنية بستة البيض ونذكركم بتلاتة البيض اللي في كل شهر عربي من يوم تلتاشر واربعتاشر وخمستاشر نذكركم بيوم عرف صوموا فيه لمن لم يكن حاجا وهكذا فستجد منظومة متكاملة في أوقات كثيرة ويعني مفرقة على أجزاء العام تذكر بهذا الشهر الفضيل وإن كانت الروح التي كانت في هذا الشهر ربما لا تكون موجودة بهذا الحجم أو بهذا القدر في الأيام اللاحقة ولكن على الإنسان أن يكون يعني في عبادته كأنه يعبد ربه كما كان في رمضان فرب رمضان هو رب شوال هو رب زلقعدة هو رب زلحجة ورب شهور كلها ولهذا فإننا ننصح إخواننا وننصح أنفسنا قبل كل شيء بأن نكون في الأشهر الباقية كما كنا في رمضان سواء بسواء يعني تستعرف فضيلتكم يعني عندما يأتي رمضان تجد موئذ الرحمن في كل مكان والكل يقبل على أن يطعم الفقراء والمحتاجين وأيضا حتى الذين يسيرون في أثناء الأوقات حتى في طرقات أيضا وأنت مسافر تجد من يعطيك بلحة وغيره فهنا يعني حاجات أو أشياء جميلة وخاصة للمصريين فلماذا بعد رمضان تنتهي مثل هذه نزير طيبة طبعا بيختضيها زرف الوقت شهر رمضان شهر عطاء وشهر إقبال على الله سبحانه وتعالى وشهر يزاد فيه رزق المؤمن ومن فطر فيه صائما ولو على شربة ماك كان له مثل أجره من غير أن ينقصها من أجر الصائم شيء فأنت إذن في حالة من العطاء تريد في الحقيقة أن تسبق إلى السواب ولذلك هذه المظاهر التي أنت تقول عنها وهي مظاهر مصرية أصيلة نحظناها في مصر في كل بقاع مصر كلما تذهب إلى أي مكان تجد السلوك واحد وتجد نمازج متكررة في أن البعض بالفعل على الطرقات قبل الصوم بيقف وربما هو في ونحن في شدة في أيام رمضان خاصة في هذه الأيام أو في العام التي فيها حر شديد بتجد بأن الإنسان بيتمنى أن تأتي اللحظة التي يتناول فيها ومع ذلك بتجد أن في شباب طيب واقف كده على الطريق في هذا الحر الشديد وفي آخر اليوم ويريده كأنه يعني بيتحايل عليك تأخذ منه شيء عشان تفطر به هذه الروح لا نجدها في الحقيقة عند الكثير من الأماكن ومن المواطن وإنما هي ثقافة مصرية نابعة من حب الشديد في شهر رمضان للناس مع بعضهم البعض الآخر نتمنى أن تستمر فضلتك ونحن نشاهد في المساجد مثلا تزاحم شديد ويأخذ الرجل زوجته وأطفاله ولكن بعد ينتهي رمضان المشكلة أو الغريب هنا هل هذا سلوك؟ بطبيعة الحال هو الإنسان في شهر رمضان نظر لزر في رمضان فهناك أقبال شديد أقبال على الطعام وإقبال على الصدقات بل أنا أعلم ببعض الناس يعني بيأخروا أو بيجعلوا يعني وقت زكاة المال مش زكاة الفطر لكن وقت زكاة المال يكون في رمضان يعني هذا اليوم واحد رمضان هو اليوم الذي يوزع زكاة المال فيه على الفقراء وعلى المساكين وعلى مصارف الزكاة المعهودة فكأن هناك شعور عام عندنا بأن شهر رمضان نظر لأنه تضاعف فيه الأجور من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه فإذا كان هذه المضاعفة للفرائض فهي للسنن أيضا ولكل الأعمال فالثواب في هذا الشهر الفضيل هو ثواب المضاعف كما أن الثواب على الصلوات في المفروضات والنوافل في البيت الحرام هي مضاعفة فلذلك تلاجد حرص شديد من الإنسان عندما يذهب إلى بيت الله الحرام أن يغتنم الفرصة في أن يضاعف الصلوات في هذا البيت الكريم كذلك في هذا الشهر الفضيل لكن نقول بأنه ينبغي علينا ونحن قد صمنا وأطعنا ربنا لمدة هذا الشهر الكريم ينبغي علينا في الحقيقة أن نستمر على هذا الأداء وعلى هذه الطاعة ولا نقطع الصلوات بعد ذلك ولا نقطع هذه العبادات حتى وإن كنا لا نصلي في المسجد ونصلي في بيتنا مثلا جماعة أو في شغلنا أو في أعمالنا أو في المساجد يعني ينبغي أن تستمر المسيرة في الحقيقة في بعد رمضان وفضلتك يعني ماذا تشعر عندما ينتهي شهر رمضان وخاصة لكم يعني 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 نتمنى أن يوفيقنا الله سبحانه وتعالى أن يكون أن تكون مشاعرنا في يعني أننا نتمنى أن يطول رمضان ونتمنى أن تكون السنة كلها رمضان ولا نتمنى أن ينتهي هذا الشهر لأن بعض الناس وندعو الله نتجاوز عنها وعنهم جميعا يعني بينتظر انتهاء الشهر بفارغ الصبر كأنه يؤدي مهمة مهمة معينة أنا وأريد أن أعبر بعقوبة لكننا في طاعة وفي عبادة لله عز وجل ولذلك من يستشعر قيمة هذا الشهر يشعر في داخله أنه حزين لانتهاء هذا الشهر ولمضي أيامه هكذا سريعا ونحن كلنا نشعر في الحقيقة في الشهر رمضان بأن الأيام سريعة في هذا الشهر حتى وإن كانت طويلة لكنه سرعان ما يكون اليوم تل واليوم وستجد في النهاية أننا وصلنا إلى يوم سبعة وعشرين ويوم تمانية وعشرين وأصبحنا أمام رؤية والشهر انتهى فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل وما زال البقت باقيا ولمن قصر ما زال هذه الأيام الباقية ما زالت فرصة أمامنا حتى نعيد ونرجع إلى ربنا عز وجل نعيد مواقفنا ونراجع هذه المواقف مرة تل والأخرى حتى نعود إلى جادة الصواب وندو الله أن نجعل أيام مباركة على فضيلتكم أمين وعلى كل المسلمين وعلى المسلمين جميعا نشكر فضيلت الدكتور شوقي على مفتي أديار المصرية نشكر فضيلتكم شكرا أهلا مصر نشكركم وانتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج حوار المصر